منضم فعاليات الثقافية أقامت حضانة الفصحة لإعداد القادة مسابقة شعرية الثالثة التي تعتبر الثالثة تحت شعار الأمل وذلك برعاية من المسجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورابطة الأدباء والعديد من الشركات والمؤسسات التربوية والحديث حول الموضوع الرحب معنا في ضيفتنا الأستاذ أبوثيني الإبراهيم مدير عام حضانة الفصحة لإعداد القادة صبحت الله بالخير حياة الله هفيش روان نشكور على استضافة بالعكس أنت اللي مشفتنا أستاذ أبوثيني لو نتكلم عن أهمية فعالية أدباء الغد التي أقامتها فعلا حضانة الفصحة يليست تكلمين عنها ومدى أهميتها يمكن أنت لو قلت اسم الحضانة قلت لإعداد القادة فأنت لما تعدين قائد دائما تبحثين على كل مجال أو كل نشاط يقدر يجهزك قائد فجزء من القيادة هو أن الإنسان يواجه الجمهور أن يستطيع أن يتحدث أنه يبرز قدراته ومهاراته فالأمسيات الشعرية عادة تبرز مدى تمكن الشخص ولذلك أحيانا تجدين بعض الأمسيات الشعرية حتى حق الكبار تشوفين الواحد يتكلم وهم وتمكن والثاني مكسر في وضعه فهذه تقولين أن هذه شخصية قيادية قوية فإحنا اعتبرنا أن الشعر واحد من أبواب اللغة العربية يقوي اللغة العربية وشيء يقوي أيضا الجانب القيادي والصفات القيادية في الأطفال فإحنا طبعا لما طلعنا بالفكرة أصلا لما طلعنا بالفكرة حضانة إعداد قادة كانت ناس تضحك علينا بعدين اكتشفوا لما شافوا بالمسابقات أطفال الفصحة شوهم متمكنين عرفوا أنه لا فيه شيء اسمه بناء قيادي للطفل من عمر سنتين إلى ست سنوات فالأمسية الشعرية هذه بدأناها من ثلاث سنوات وفي كل مرة نرفع الشعار منها كان حب الوطن إحنا سنرفعنا الأمل ليش؟ لأننا الآن مقبلنا على مرحلة جديدة وهذه المرحلة كلها أمل إن شاء الله وكلها إنجازات وبالتالي إحنا افترضنا أننا مشاركة جميع أطفال الكويت حتى يبرزون إمكاناتهم في اللغة العربية فهل هذا هو سبب اللي أنت قررت أن تسمونها الفعالية وخذت شعار الأمل؟ بالضبط الأمل لأننا إحنا كلنا عندنا أمل في وطننا عندنا أمل في أمتنا عندنا وطن في مؤسساتنا عندنا أمل في أفرادنا اليوم ترى إحنا نقعد نطق نفسنا أحيانا نقول إحنا مجتمع ضايا لا مو صحيح إحنا مجتمع متميز الكويت بلد متميزة إحنا عندنا حكومة متميزة عندنا أفراد متميزين وأعتقد أننا أمل في المستقبل جميل جدا صحيح بالنسبة لو نتكلم نحن نتكلم عن الأطفال وهي المسابقة كهاتب خصوصة لأطفال الأعمار والفئة العمرية للأطفال إحنا طبعا بدأنا من أربع سنوات إلى عشرة العام الماضي صعدناها شوية بالصراحة كانوا الكبار غطوا ويدا على الصغار إحنا هدفنا لصغار فإحنا بدأنا من أربع سنوات وقسمناهم على ثلاث مراحل فيه من أربع إلى ستة فيه من سبع إلى ثمانية فيه من تسعة إلى عشرة لأننا ما نقدر نقيس الكبير مع الأصغير وبالتالي كانت المسابقة فير يعني إنها عادلة هالعمر وهذا العمر وطلبنا ترى منهم أبياط بسيطة تتكلمنا عن بين ستة إلى ثمان أبياط مو شيء كثير الهدف منه صعود المسرح إنه يلقي أمام حشد بالناس الكبار ما يتكلم أمام صغار مثله وهل هو كان الشعر اللي يلقي الطفل لازم يكون بالفصحة باللغة العربية لازم يكون باللغة العربية الفصحة فإحنا أذكر لما كان سنة من سنواته في حب الوطن اليهال راحة وبحثة من شعراء الكويت كل من كاتب قصيدة في حب الوطن والكل قام يحفظ السنة بالأمل لاحظنا أن الأطفال يعني طبعاً هم لا يألفون الأطفال فيها العمر فالكل بدأ يبحث يعني واحد ناس أخذوا من شعر الشيخ سعاد الصباح وبعدهم بدأوا يحفظونه ويلقونه حفظاً وليس قراءة وهذا هو الجميل فيها إنهما يلقونها حفظاً بس ليش كان تركيزكم أستاذ ابو دينة أن يكون المتابقة عن الشعر وإيجادة نطق باللغة العربية الأصل أنت الحين لما تذهب إلى أي مجتمع تلاقينا الطفل لغته الأولى لغة وطنة يعني ألماني ولا الفرنسي ولا الأمريكي اللغة الأولى عندها لغة الأم إحنا شنو لغتنا الأم إضاعة اليوم إحنا لغتنا الأم ترى الطفل يقدر يتقن سبع لغات مع بعض إحنا لما مشكلتنا أننا بنعلم الطفل لغة جديدة أن السي لغة الأم اللي هي اللغة العربية الفصحى فإحنا نبين أكد للناس أن اللغة العربية الفصحى يستطيع أن يتقنها الطفل ويستطيع أن يتقن معاه ثلاث أربع لغات ليش لازم تمسح لغتك الأم فإحنا ركزنا على أن الطفل ترى مخارج الحروف عنده لازم تكون صحيحة الألفاظ لازم تطلع صح ما يصير الولد يتكلم العربية ينكسر أنا شفت بعض الأطفال يقول حق أمه ترجميلي الآية اللي هي باللغة العربية إلى الكويتي عشان أفهمها فضاعت لغتنا الأم فإحنا هنا نريد أن نرجع الناس إلى اللغة العربية واتقنوا معاها أكثر من اللغة بس ما كان صعب إحنا قاعدنا نتكلم عن أعمار مثل ما ذكرته يا أستاذة من أربع سنين لعشرة صحيح إنه أو شيء لازم يتقن اللغة العربية صح ويحفظ الشعر وإحنا معروف لغتنا العربية إن شاء الله لغة غنية بمفرداتها وفيها بعض المفردات يمكن تكون صعبة حتى على الكبار شوفي إحنا عندنا في الحضانة اللي اسمها الفصحة الطفل ما يسمع إلا فصحة وعندنا إنجليزي قوي جدا جدا فلت بالإنجليزي وبنفس الوقت اللغة العربية أنا جربتها تجربة ترى أنا دخلت فيها تجربة نتا بزنس يعني دخلت فيها تجربة إن اللغة العربية يجب مع العلم نانا أولادي كلهم دارس أمريكية بس أنا بأكد لهم إن يقدر الطفل يجمع اللغة العربية وأنا سويتها مع أولادي في البيت فالأطفال كان سهل جدا إنهم يتكلمون اللغة العربية الفصحة ويسمعونها سمعا ويتكلمون فيها فلما جاءت أبيات الشعر كانت وايد سهلة عليهم إن يحفظونها ليش؟ لأن مخارج الحروف وسماع على اللغة موجود فإذا ما كان عنده أي صعوبة في إنه يتكلم يعني طول ما هو موجود في الحضانة تقتدين أنه هو هالساعات اللي قاعد يقضيها بالحضانة وهو أساسا قاعد يتكلم اللغة العربية يتكلم اللغة العربية وبعدين ترهي مو عشان نحن عن حضانتنا ترك كل المدارس الآن ما شاء الله عليهم مهتمين جدا باللغة العربية وتشوفينهم يعني يركزون في الحفظ يركزون سواء في القرآن ولا في الشعر فاليوم في وعي صار باللغة العربية في المدارس في الحضانات في كل مكان يعني بس خل يعني يمكن للبعض لا يزال هم يشوف أنه يمكن فيه صعوبة للطفل صحيح بالنسبة لحضراتكم أستاذة بوتينة هل تتبعون أسلوب تعليم مختلف حديث بحيث أنه يكون طريقة تعليم وحفظ للطفل أو يعني استخدام الطفل للغة العربية أو بالفصحة تكون أسهلة شوفي أنا أذكر بس بقيت شي سال فصارت حق واحدة أمه يعني تقيس عليها تقول واحد تسولي في أم تقول لي أولادها عندنا في الوصحة فتقول مرة قاعدين في زوارة الأهل تعافين يا معت الأهل فتقول الفواكه موجودة فالطفل يقول حق أمه أمي أريد موزة فتقول أنا قاعدت حاطيدي على قلبي شنو بصير تقول فجأة خلال ثواني بطوا وضحك كلهم ضحك ضحك فتقول أنا قلت انكسرت شخصية ولدي خلاص فتقول قاعد يقول يا ابو ثينا اللي سويته بيروح فتقول قاعد يمكن خد معا الموضوع ثانية تقول شاني طالعهم كلهم شاني يرجع حق أمه تقولها أمي أريد موزة تقول أنا حين عرفت شنو أول شي انتوا قدرتوا تبنون شخصيتها في القيادة اللي كان بالنسبة لقناعاتها ما عنده مشكلة معا تضحك اضحك علي بس أنا مقتنع اني أنا اللي قاعد أقولها صح هذه موزة وأنت أمي وأنا ما عندي مشكلة جنات بينهم فهي قد تكون فيها صعوبة لكن الطفل احنا عندنا الحساب يسمع لغة عربية في العلوم يسمع لغة عربية طب العربي في الدين وبعد نأتي على بناء الشخصية القيادية نتكلم فيها عن الثقة بالنفس تقدير الذات اتخاذ القرارات كلها قاعد يناقش ويحاور باللغة العربية بمعنش ذكرتي هالموقف اللي حصل مع أحد الأمهات يعني فيه كان فيه تنمية فعلا لمهارات شخصية لشخصية أن الطفل تبرز طريقة إعدادكم للقادة وأسلوب تعليمكم ولو نتكلم شنو الأهم الصفات اللي تحبون تغرزونها دائما في الطلبة عندكم نحن عندنا مشكلة كأهالي قبل أن ندخل على الطفل أن نحن محد فينا قاعد يقرأ في بناء الشخصية القيادية للطفل وذلك أنا لما بدأت به الفكرة رحت عملت رسالة ماجستير عليها درست كيف أهمية بناء الشخصية القيادية في الطفل في هذا المرحلة العمرية وأثبت في رسالتي مات الماجستير أن أفضل عمر في بناء الشخصية القيادية هي من 2 إلى 6 سنوات هذا هو السنة الأفضل هذا أفضل عمر لكن مو معنات أنه ما يصلحنا أبنيها بعدين لا هذا أفضل عمر بس ليش يستخدمينه؟ لأن في هذه المرحلة الطفل أما أنت تمسحين شخصيته أو أنت تبني شخصيته هذا الطفل اللي هو لا لأ إرادة مسكين تحت أمه وأبوه والأسف اليوم الخدم قاعد يتحكمهم في عيالنا وبعدين المدرسة في المدرسة قاعد تتحكم فيه فشنو اللي قاعد يصير؟ إنه من اللي قاعد يساعده أنه يفهم نفسه يفتخر في نفسه يشوف القدرات اللي عنده والقدرات اللي ما عندي أنا مو معنات أن إنسان مو زين أنا ممكن أتعلم هذه المهارات ونميها وشيء الثاني أقدر أعبر عن نفسي أنا أقدر أختار ليش مفروض علي لبس ليش مفروض علي راي ليش مفروض علي أنا الكتب اللي أقراها ليش ما أروح لمكتبة وخلي ابني يختار في السكشن اللي هو لهذا العمر فإحنا نركز على هذه المعاني في داخل الحضانة الطفل يعبر عن نفسه إحنا عندنا زوايا نسميها زاوية الخطابة يعني الطفل تجيس سوي له يمكن بهالارتفاع بس يوقف فوقها ويقول أنا اسمي فلان وأنا عمري كذا فأولا بالنسبة ليش أنه كسر حاجز الخوف وعبر عن نفسه إحنا اليوم للأطفال نحن نبين نكسر قضية قضية الأمعة رسول عصم يقول لا يكون أحدكم أمعة إن أحسن الناس أحسن ونسا وأسا لا إحنا نبينيها الشخصية لباشر لما يدخل مدرسة واليهالي يقولون على المخدرات أو الروح مكان أو كذا يقول لا يكون واعي واعي أنا هذا مو من حياتي هذا مو من قراراتي أنا هذا ما يمثلني فأنا ما أنجرف نعم فهل هو بنضمن تقصدين سادة أبوتينة أنه هو قاعد يدرس الطالب اللغة العربية وباجي المواد مثلا قاعد تكلم عن الرياضيات أو شنو المواد بالضبط أو أنتم ركزين بس على الفصحة لا يدرس عربي يدرس دين علوم وحساب ويدرس بناء الشخصية الجانب اللي هو بناء الشخصية كله يسمع باللق وعنده حصة إنجليزي مكثفة جدا جدا فهو قاعد يغطي اللغة العربية في هذه المجالات وإحنا نحاول دايما أنه نخليه حتى في العلوم يعبر عن نفسه يتكلم عن نفسه نعم لو نتكلم نحن واضح من اسم الحضانة أكيد بحضانة الفصحة أنها متخصصة في الفصحة لكن ما يميز حضانة الفصحة عن غيرها من الحضانات مثل ما تفضلت يمكن كثيرا الحين من الناس تتوجه للغة العربية ويمكن للغة الإنجليزية لكن ما يميزكم اللي يميزنا إحنا أن الطفل عندنا هو رقم واحد في البدرسة وإن شاء الله أنا دايما أفترض أقول إن شاء الله الكل هو بهذه الطريقة لكن أنا قاعد يقول إحنا شو ننسوي وأنا دايما أحب أشجع كل المشاريع في الكويت لأن إحنا كلنا كل واحد يغطي شيء أنا مو مع الناس اللي يقولون إحنا وغيرنا مو زينين إحنا كلنا زينين لكن اللي إحنا ميزنا إن إحنا ماشيين في تعزيز لسان الطفل باللغة العربية الفصحة باتر لما يمسك مصحة في عرف يقرأ في نفس الوقت أنا حريصة جدا جدا على أن يكتسب الطفل اللغة الأجنبية ليش أنا باتر في كثير من المجالات لما يدرس في اللغة الإنجليزية مهمة جدا في الطب في الهندسة في غيرها وإذا كان حتى عندي في البيت أنا مهتمة جدا أن أولاد يكون عندهم لغة أو لغتين الجانب الثاني اللي أنا أتكلم تعاملنا مع الطفل أنه قائد أنت قائد قائد المستقبل شون تتصرف وانت قائد أنت الآن قائد شون تتصرف حتى صدقين أنا سويت دراسة وبحثت حق الأولياء الأمور اللي معانا وقلت لهم ما تكتبون أساميكم وقولوا الزين والشين في المدرسة اللي أنت لاحظت وسألت أسئلة شون ولدك في اتخاذ قرارات في كذا في كذا سألت أسئلة محددة في القيادة النتائج كانت مذهلة لدرجة أن دكاترة الماجستير المناقشون يقالوا أنت مصج هذا يا بيتم الأهالي يعني كانت النتائج مرضية مستحيل حتى البعض يقول لي الحين يقول لي يا أبو ثينا أحنا وين نوديهم عقما نخلص أحنا نبحث نكمل لهم في سلسلة القيادة هذه فهو لي بس فترة الحضانة يعني تكلم عن خمس سنوات خمس سنوات هنا شنو دور الأهل الحين مثل ما تفضلت يمكن أنه عدوا ولدهم أو بنتهم يعني الأساس صح الخطوة الياية هل في مجال هو طبعا في جانبين نحن دائما نتفق مع الأهالي أنت عندنا هنا ترى لازم تتعاون معنا واللي نبعث لك يا كتنبيه تسوي يعني إذا إحنا عززنا في اتخاذ القرار وأنت بالبيت تكسره ما ينفع لازم تبشي معنا بخط متوازع لشان تشوف النتائج صح تجني النتيجة صح الحين بعد ما يخلصون الأهالي دائما أنا أقول لهم أنا ودي أكمل إلى مدرسة بس المدرسة مو شي بسيط مدرسة تحتاج ميزانية كبيرة فأنت دوركم الآن دائما نوجههم إحنا إلى دورات تدريبية نوجههم إلى مدارس معينة نوجههم إلى كتب إلى مكتبات إلى برامج إلى أنشطة يشاركون فيها عيالهم باستمرار حتى يستمرون في أخذ هذا وتحصيل النتيجة نعم بداية أنت وكوّنتها وطفل أو خنقول أنت احتضنتها الطفل من بداية الفترة التي فعلا تتكون شخصية الطفل فأكيد هالمجهود مفروض أن حتى من الأهل يستمرون فيه صحيح أنا مرة بس قلت على سريع إن شاء الله ما أطول عليك مرة قابلت مدرسة عشان أعينها فقلت له لو الصف قاعد كلهم وواحد من المراضي يسمع معاك الدرس أو اللي أنتش قاعد تسوين لعبة وراح على الزاوية هناك وقاعد يلعب في ألعاب شو تسوين شو تقول أروح أسحب إيبة قلت لها ولو ما رضى شان تقول أقول لها لازم تلتزم في النشاط اللي في الصف لو ما رضى شو تقول لها لازم ألزمة شان أقول لها مشكورة مع السلامة شان أقول لها مع السلامة ما أبيت شو كنت متوقعة معاي قلت لها أنا متوقعة أنا كوحدة أعد قادة أن أقول يا أطفال شرايكم نروح الزاوية هذه اليوم الحين ونخلص منها على أقل أشعرها بشيء من الاهتمام من الأهمية الأهمية لاختيارها بس بعدين نتفق معها نتفق معها بعدين أن نلتزم من هذه الزاوية لهذه الزاوية أنا بس والله ما بي يعني يفوتني أنا هالأمسية الشعرية فعلا أشكى الناس اللي دعموها الحمد لله يعني دعموها بشكل البجس الوطني ثقافة والفن والأداب الدكتور البد الدويش طلال الرميضي سيد طلال الرميضي من رابطة أدباء رابطة أدباء يدعمون أطفال يعني عشان نقول لك الأمل الوطن فيه خير والجهات قاعدة تدعم والمؤسسة البرامج المشترك الأستاذ علي الرئيس وبعدين الرعاة الكثيرة يدعموا بالفلوس بالتذاكر كلها راحت للأطفال نحن ما أخذنا شي فهذا يقول أن الناس فعلا نحب به الأفكار الجديدة أكيد كل فكر دي وفيه منفعة يعني ما هو فكرة جديدة الهدف منها التسليه لكن فيها نشوف يمكن على المدى التأثير على المدى الطويل والبعيد فأكيد كل الشكل والمجهودك وعلى سعيه طبعا أن أنت فعلا تنشئين قادة المستقبل اللي هم أطفالنا اللي باتر وهم رح يكونون شباب في هالبلد وينظم في البلد الله يزنم مشكورة نطلع فاصل مشاهدين ونرجع